لايك وشير وصلي على الزين ودعي لنفسك والوالدين والغير عاوز أبدأ معك بخبر هتسمعه بعد يوم بعد اثنين بعد اسبوع بعد عشر بعد اسبوعين لكنه خبر سيتم وفقا لمتابعة للأحداث ووفقا للأخبار اللي عنده وهو تأجيل مباراة القمة بين الأهل والزمالك في العاشر من مايو المقبل بإذن الله تأجيل مباراة الأهل والزمالك في العاشر من مايو المقبل بإذن الله النادي الأهلي طلب من اتحاد كرة القدم النصري تأجيل مباراة القمة السبب هو استعداد النادي الأهلي لمباراة الدور الربع النهائي في دور الأبطال الأفريقي ومباراة الزهب ستكون بالقاهرة هتبقى أحد يومي 14 و15 والقمة هتبقى يوم عشر وقبلها مباراة الاتحاد يوم ستة وقبلها لاحظة أقول لكم المسألة عشان إيه اللي راح يتحاده الكرة والحكاية والرواية وقبلها هيبقى مباراة الاتحاد يوم ستة والمحلة يوم تلاتة في المحلة والجنو يوم تلاتين والمصري 27 وإمبي يوم السبت 24 النادي الأهلي مبكرا وقبل ما يبقى فيه أزمات ونقعد نهادد أحمد مجاهد ووعي أحمد مجاهد تأجل ووعي تعمل ووعي تسوي مبكرا النادي الأهلي تواصل مع المسؤولين في اتحاد الكرة المصري وطلبها تأجيل هذه المباراة مبرر النادي الأهلي المنطقي والموضوعي هو الاستعداد لمباراة الدور الربع النهائي ومنح مهلة اسبوع استعدادا لهذه المباراة كما حدث مع الزمالك وبيرامدز في الموسم الماضي ومع النادي الأهلي أيضا وكما حدث هذا الموسم هو منح الفرق اسبوع للاستعداد لمباراة بطولة أفريقا أي حد يفتكر الزمالك لما لعب الترجي هناك جي هنا لعب الترجي ما يخدش راح والأهلي نفس الفكرة في فيتا كلوب لما لعب فيتا كلوب هناك هنا رأى على هناك ملعبش مباراة في النص ويقول الزمالك ملعبش مباراة في النص وكانت المسألة اسبوع فالأهلي طلبوا منطقي جدا 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 لدى المسؤولين في اتحاد الكرة هو تأجيل لمدة اسبوع هتيجي تقول لي الأهلي بيعمل كده عشان عنده إصابات وخايف يلعب الزمالك وعنده إصابات أقول لك طب ماذا الأهلي ما بيعملش كده عشان خايف يقابل الزمالك لأن وضع وقتها مش هيبقى أسوأ من وضع مباراة القمة الأخيرة اللي كانت في 18 إبريل الجالي واللي فاز فيها النادي الأهلي 2-1 وهو ناقص 6 من العناصر الأساسية في الفرقة واللي هيبدأوا يرجعوا تباعا من من دلوقت بدأوا يرجعوا بفضل الله يعني فبالتالي الأهلي طالب ده عشان حقه الطبيعي هتقول لي خايف هتقول لي مش خايف هو بطلبه بعد مباراة القمة بيومين ولا 72 ساعة والطلب منطقي والطلب موضوعي نتمنى ألا يبالغ اتحاد الكرة في طلباته وقال لا يبالغ في تصرفاته وقال لا يزيد الأمور حنبلة ما يجيش بقى يقول لا هو مش عارف ايه والجدول والجدول بتزام الجدول بتاعه غلط الفرق بتاخد أسبوع راحة قبل قبل بطرات أفريقيا انت مديله هنا الراحة أربعة أيام وده ما ينفعش يلعب يوم عشرة يلعب يوم أربعتاشر أو خمستاشر ايه دي أسبوع زي وزي بقى الناس انت بقى عاوز تلعب القمة يبقى تشين مباراة للتحاد لكن وفقا للجدول هتأجل مباراة القمة وهنا مش محتاجي انك انت هتقول ايه انا مش هأجل غير لما تجيلي تعليمات أمنية الأمن مالوش علاقة بالموضوع ده موضوع فني بحث ومش عاوزين كل حاجة نعود نعلها على شمعة الأمن الأمن مالوش علاقة بالمبرزة دي ده موضوع فني جدا وموضوع إداري وموضوع حق للنادي الأهلي تأجيل المباراة وحق لجماهير الكرة ان الأهلي يستريح قبل ما يلعب المباراة دي ما تحنوش ما حسس الجمهور ان في مؤامرة لإخراج النادي الأهلي من البطولة الأفريقية ما حسس الجمهور ان الاتحاد الكرة لا يقدر ظروف النادي الأهلي قبل المواجهة الأفريقية ما ديش انطباع ان الاتحاد الكرة ومؤسسات الدولة ضد النادي الأهلي قبل البطولة الأفريقية لان مؤسسات الدولة منها المؤسسات الرياضية آه مؤسسات شعبية زي الاتحاد الكرة لكن في وزارة فما تخليش الاهلي يروح للوزارة او يقول مش هلعب او يصعد او كلام بالشكل ده ولا اعتقد ان المهندس احمد مجاهد بزكاؤه المعهود يعني مش هيعمل الصدام ده لكن انا اتمنى عليه ان القرار يصدر مبكرة يصدر النهاردة الجمعة يصدر الحد مثلا في بداية العمل يصدر السبت يصدر النهاردة بالليل لو هو قرر لان هو اللي بيدير بحدش تاني بيدير لكن تجي تقول لي والموضوع مش محتاج توافق الاهل والزمالك على المعاد خالص ده ده حق للنادي الاهلي ياخده ما تقوليش بقى هنا ما تحسنيش يعني الموضوع لو كان مثلا في القمة اللي فاته وانه مش هتأجغل لو حاجة امنية دلوقتي الاهل محتاج يريح قبل ما ماتش افريقيا كلنا شفت لمباراة الزمالك قبلها باربعة اياه لا محتاج يريح الزمالك لعب الترجي هناك يلعبوا هنا ملعبش ماتش في النص والاهل اللعب في تاكلوب هناك اللعب في تاكلوب بينا راح لعبوا هناك ملعبش مباراة في النص فده العرف فالعبقر اللي عمل الجدول ده مخطئ فانا بقولك من دلوقتي بقولك من دلوقتي انه سوف يصلح اخطاء وسوف يعالج اخطاء مش معنى ان خرج الزمالك ان انا استفرت بنا ده اللي بقى وقوله ايه لا هو كده وده اللي هيحصل وده الجدول والالتزام بالجدول اللي حط جد جدول بزرميت ليه لانك انت كنت بتدي اسبوع في الادوار التمهيدية وفي دور الستاشة هدي في الادوار الاقصائية تقول لي لا احنا هنقلل اسبوع على اربعة ايام ما ينفعش يا حبيب قالي مش دورك انك تعمل كده دورك انك تريح الناد لعيه فتريح الناد لعيه تدي له اسبوع وتبقى مباراة الاتحاد بدل يوم ستة ممكن تبقى يوم تمانية مباراة المحلة دي بدل ما تلاته تبقى اربعة تدي راحة واريحية بعض الشيء خليتهم زي ما هم عشان تقول انك فتوة وبطل وما فيش زيك وانت يعني كده خلاص خليه لكن اللي انا اقول لك عليه من دلوقتي المباراة ستؤجل سواء بارادة اتحاد الكرة او رغما عنه ليه لان الاهل ما ينفعش يلعب قبل كذا واللي انا شايفوا الامانة يعني عشان برضو ما بقاش بقول رغما عنه كده يعني من باب الفتوانة عليهم اللي انا شايفوا ان هم متجاوبين في التواصل مع ادارة الناد الاهلي ومع المسؤولين في الناد الاهلي لتأجيل مباراة القمة 10 مايو وغالبا هتبقى في نهاية الدور او في موعد يحدد لاحقا مثل ما تأجيل مباراة الاسبوع الرابع في الدور الممتاز واقيمت يوم 18 ابريل اي بعد نهاية الدور الاول وحبا لان بعض الفرق لعبت بعض مباريات في الدور التاني طيب هتيجي تقول لي طيب والزمالك رأي الزمالك هنا له كل الاحترام وكل التقدير كيان عظيم وجماهير محترمة لها كل الاحترام بس هو نفسه تأجله ازبوع ومش هيقول حاجة تاني حاجة لو جيت على ارض الواقع ازاي اقولك ألم لمجراح اقوي فرقيت اعالج اخطاء اجدد صفوفي اجدد دماء الفرق الفرق تاخد مزيد من الراح لانها برضو هتلعب كل تلات ايام ما يغرقش انها لعبة المطش اللي فات كل اربعة ايام مطش الانتاج الحربي بالزيادة يوم عن النادي الاهلي لكن برضو مورهاش حاجة ما عندهاش افرق فهتبقى مريح وفايق هيجي يقولك لا لازم ألعب ما اعتقدش ان الزمالك يقول لا لازم ألعب والالتزام بالجدول ووضع الجدول لان هنا هيبقى الطلب غير منطق تاني حاجة اللي بيفتري بالقوة احيانا وبيصدم الاخر ربنا ما بكرموش يعني في المباراة 18 مايو دي كان الاهلي نفسه يأجل كان نفسه يأجل كان بيحلم انه بيأجل كان بيضغط بكل الطرق لتأجله ولكن ارادة ربنا ان الناس قلت لك لا ما فيش تأجيلات تأجيلات ليه وخالد الغندور طيلا قالك لا وعد أجل يا احمد يمجاه واحمد مجاهد لم يكن يمتلك التأجيل حاجة الوحيدة اللي كانت تأجيل قرار امن لكن دي احمد مجاهد يمتلك التأجيل وما اعتقدش حتى ان خالد الغندور يقول له جددت لان المنطق هنا واتكلم على خالد الغندور انه بيمثل اعلامي الزمال كاوي هو اهم واحد في الاعلامي الزمال كاوي في خلالة الزمال شيئنا مقابينا يعني ف في دي خلاص حقك اسبوع المنطق يقول حقك اسبوع حقك اسبوع تاني حاجة هو جرب لما انت بتيجي مثلا على الزمال بتجي على الاهل وتقول له البودا لا كيسب لكن هنا المنطق يقول ان الاهل والاهل طلب ذلك رسميا وسيتم الاستجابة له وقمة عشر او مايو لن تقام في موعدها على مسئولية انكل ابو المعاط زكي كما عودتكم دائما في انفردات لايك وشير وصلي عزين ودعي لنفسك والوالدين والغير ووعى تنسى تفعل الخير هكلمك الله